السلام عليكم يا شباب ان شاء الله اليوم سنتعلم الامج ترانسفورماشن اكثر تحريك للصورة اكثر تحريك للصورة اكثر تحركة x او y اكثر تحجيم للصورة اكثر تحجيم للصورة اكثر تقبل حجمها او اقليلها في الحجم اكثر تقبلها فليبنج اقلبها على محوط اقلبها افقيا او اقلبها رأسيا او اقلبها في الاتجاهين مع بعض وهكذا يعني ازاي عمل كروبينج للصورة وكل ده فهو ده كلها اسمها image transformation فاول حاجة هنبدأ طبعا بالطريقة اللي احنا ما اعتدان على كل مرة اللي هو هنقرأ ال image مثلا مسجدات image تغيرها الخوارزمي بس صورة تغيرها تمام وبعد كده هنشوف ال shape يعني حجم الصور قد ايه ابعادها قد ايه تمام وبعد كده ايه هنشوف هنعرض الصور عندين ثاني حاجة بقى هنبدأ بقى من الشغلة من اول هنا تمام الشغلة هيبدأ من اول هنا اول حاجة عندك هنا ال M ديت عبارة عن matrix ديت عبارة عن translation matrix translation matrix ديت هو translation ذات نفسه هو عبارة عن تحرك الصورة في اتجاه X واتجاه Y في محور X وبالنسبة لمحور X ومنسبة لمحور Y فTranslation matrix ديت عبارة عن ايه بتاخد اول حاجة ال 50 ديت وهو ال 100 اول فال 270 ودولار سابتين برضه ولكن 50 ديت هتحركها قد ايه في اتجاه محور X و100 ديت هتحركها قد ايه في اتجاه محور Y لو كان الرقم موجب هيحركه باتجاه محور X اللي لناحية اليمين لو كان سلب هيحركه نحية الشمال لو كان بالنسبة لمية لو كان موجب هيحركه لتحت لو كان سلب هيحركه للفوق تمام تمام فاحنا كده معانا ايه؟ معناه كده ان هو حرك الصورة خمسين بيكسل في اتجاه اليمين وانزل بالصورة مت بيكسل في اتجاه تحت تمام? وبعد كده بعد كده ان انا نطبق التيتها ها هطبها ازاي فيما باسب اسمها رابافاين رابافاين ماشي اول حاجة بتاخد بتاخد بتاعتنا هي وبعد كده بتاخد تراسلشان ديت اللي احنا عرفناه من هنا تمام وبعد كده بتاخد حجم الصورة حجم الصورة الجديدة بعد ما انا اعمل لها ترانسليشن هنخلي نفس الحجم بتاع الصورة الاصلية اللي هو مين اللي هو الويتس اللي هو دي الويتس وبعد كده الهايت تمام وبعد كده بقى دي بعرض الصورة عادي بقولي يعني انا نقلت الصورة بقد ايه تمام وبعد كده ايه كده خلاص بنقدر نعرضه طب تعالنا كده نشوف النتجة تبقى عاملة ازاي اهو دي شكل الصورة الاصلية بس دي شكل الصورة لما انا قلت له ايه حركة في اتجاه خمسين في اتجاه اليمين ماشي خمسين اهو شوف الحتة الصغيرة دي الجزء دي خمسين نعم الجزء دي مين فهو اول حاجة حركة خمسين ماشي اول حاجة اهو حركة كده خمسين وبعد كده نزل بمية فالصورة بدأت من هنا تمام فكأنه بينقل الفكرة فيها ايه كأنه بينقل اقصى اه يعني رأس الصورة اللي هو اقصى نقطة فوق ع الشمال اقصى نقطة فوق ع الشمال ليه المفروض كانت تبقى هنا كأنه نقلها هنا مش يحركها من مثلا من صفر لصفر لا حركها بقت خمسين ومية تمام بعد كده بدأ يرسم الصورة عادة تمام كده ايه كده ترانسلاشن خلاص تمام فا اول طيب طبعا هيا الترانسلاشن بقى بتاخد يعني ايه شغل كتير انت مثلا تقعد بعد كده تحرك حد القيام اللي انت هتحرك في تجاه اكس وتحدد القيام بتحركها في تجاه واي وبعد كده ترجع تعد القيام هنا تاني وهكذا يعني فهو ايه لان هو شغل يعني ايه بتكرر نفسه فاعملنا كده عشين كده عملنا ايه ايه مسود اصد ما علشي ماشي فاول حاجة هي نفس الكلام ماشي فهو المسود هتدي له حاجة فهو المسود هتاخد حاجة من اتنين هتاخد المسود هتاخد نفس الكلام الامج والتحرك في تجاه اكس والتحرك في تجاه واي والشو ديت يعني اعرض الصورة بعد ما يخلص ولا لا تمام فنفس الكلام اهو تدي تحرك في تجاه اكس والتحرك في تجاه واي وبعدك شفت نفس الكلام الامج والماتريكس وبعدك الشاب الويتس والهايت وبعدك لو الشو كانت تقول لك true لو طلع true ماشي هاعرض الصور هاعرض الصور شبه امان وبعدك في الاخر خالص هارجع الصور تمام بس كده فهو يعني ايه حابب تستخدم ديه حابب تستخدم ديه براحتك انا عملت الاتنين يعني عشان اوفر عليك وقت بس زي ما قلتلك اكتب الكود بنفسك يعني ما تستناش تاخد الكود من الكود باست وتقول انا هفهم بالتغير في الكود لأ اكتب الكود بنفسك عشان تقدر تفهم ايه الدينية وقاللي شغاله وقاللي مشغال تمام طيب تعالى بقى نخش على الجزء التاني اللي هو مين الروتاشن الروتاشن ديت معناه انما بدور الصورة بزاوية معينة عكسه عقرب الساعة تمام يعني اول حاجة يعني مسلا ايه طب تاني حاجة ان ان لو انا عايز اعمل روتاشن للصورة معينة لازم حدد نقطة اللي انا هدور حولها ويعني معظم الصور اللي ما بنجي نعمل لها دوران بتدور حولين مركز الصورة ذات نفسه تمام فلو احنا جينا حسبنا المركز بتاع الصورة هتتحسب ازاي دي طبعا لمضة فونكشن ماشي هتاخد مين هتاخد قيمة اللي هتاخد اي قيمة ماشي اي قيمة هتدخل لها هتقسمها على اثنين تمام فهتاخد النص بتاعه طيب طب الكيمة اللي دخلي لها ايه الكيمة اللي دخلي لها هو عبارة عن هو عبارها عن الكيمة التانية والكيمة الاول بالترتيب كده الكيمة التانية والكيمة الاول تمام؟ في الإمجيش شاب يعني هنا ايه؟ يعني هايخد مين .. يديله ويتس كده و هيدلله ثم لو هيديه له ثم ديليها اول حاجة يعني اخد رقم واحد العنصر رقم واحد هو الويكس وبعدك ايه يتحرك بمقدار مينس واحد سالب واحد هايرجع لي من فيرجع لي الصفر تمام فياخذ مين فياخكوض الوي def يدرك مين حيد Ок وبعد كاء��ه يدعون مثني الاتنين ستعرض آخر الصور ن optimize وبعد كاء��ه يُعط 10 0 marriage تمام بس ايه هنا مش عارف بقى هنعملها ازاي ففيه ميسود اسمها جيت روتاشن ماتريكس تو دي تمام احنا طبعا منذور في اتجاه في تو دي ماتريكس تو دي بس تمام فهتدي له مين هتدي له النقطة اللي انت هتدور حواليه اللي هي السنتر تمام ادى السنتر وبعدين وبعدين هتدي له الزاوية اللي انت هتدور بخمسة اربعين درجة وبعد كده السكيل بتاع للصورة بعد ما عمل لها دوران عايز السكيل دي بيبقى اه فلوت ماشي بتدرك كمه ايه فلوت فشوف انت بقى مسلا عايز تعملها تنين عايز تعملها تلاتة براحتك انت تمام طب تاني حاجة احنا اه اهم حاجة برضك ان الزاوية بتبقى بتجاه بالدرجات يعني بتقدير الستين مش بتقدير الدائري تمام تاني حاجة زي ما مقلت قبل كده برضك ان هي بتدور عكس عقرب الساعة ماشي انما لو عملتها مسلا سالف خمسة 40 درجة هتدور معها عقرب الساعة تمام اوي تمام فتعال كده نشوف الصورة اه اه اذا الصورة الاصلية تمام وادا الصورة بعد ما عملتها دوران فهي بسببها ملاحظت برضك ان هي بتدور عكس عقرب الساعة تمام فتعال بقى نشوف مثلا ايه تعال نعملها مينة سالف خمسة 40 هتلاقي دارة معها عقرب الساعة تمام تمام طيب بعد كده برضك ممكن انت تلعب هنا مسلا تحطها مسلا اتنين ولا حاجة اهو فتلاقي ايه هو عمل دوران مع عقرب الساعة وبعد كده تكبر الصورة للضيعف تمام بس كنت فنفس الكلام برضك اهوت كده خلصنا نفس الكلام برضك عملت ميسو برضك نفس الكلام فهو يعني ايه تدلو الامج والانجل والسكيل ونفس الكلام لو عمل لو عايشت تعرض الصورة اللي لا تمام فنفس الكلام ما فيش اي تغيير تمام فكده الريسايزنج اول حاجة احنا احنا هنختار مين اول حاجة احنا هنفرض مسلا ان العرض الجديد بيسوي 700 تمام لو لو احنا عايزين الصورة الجديدة تبقى معروضة بطريقة صحيحة لازم يكون النسبة ما بين العرض الجديد لعرض القديم بيسوي النسبة ما بين العرض الجديد للطول القديم فهمني؟ يعني نزمة بين العرض الجديد للعرض الاديم. لازم تسوي النزمة بعد الطول الجديد للطول الاديم. تمام? فالمفروض Aujourdسف الأحياء نحسب snap. بتسوي العرض الجديد على العرض الاديم. كده هيديك مين؟ كده هيديك العشر. ، تمام بعد كده. احسم experience zip 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 المفروض بيساوي الهيط الجديد بيساوي الهيط الجديد على الهيط الاديم فالمفروض يبقى كده الهيط بيساوي الهيط الاديم تمام كده اركز معاك كده اعمل لها انت عشان اخد ما ينفعش ان انا دخل طول بفلوت او بقومة عشرية تمام وبعد كده بقى ايه بخش على بتاخد الامج الاصلية تمام وبعد كده بتاخد الابعاد والصورة الجديدة اللي هو تمام وبعد كده بقى الخوارزمية اللي هو هي طبقه تمام في خوارزميات كتيره وكده بس يعني احسن واحدة فيهم اللي هو ايه تمام اللي هي الاريا الداخلية تمام بعد كده برضك في يعني في خيارات تانية ممكن تستخدمها مسلا اللي هو الانتر لينيار وانتر كيوبك وانتر نيرست والكلام ده كله تمام فانت حاول تجرب وتشوف ايه الابعاد واللي بيحصل والكلام ده كله تمام فتحنا مسلا نشوف الصورة او دي الصورة تمام دي الصورة اللي هي الجديدة اهي تمام انا نكاتب هنا حتى اتنين بوينت تلتة وسبعين تمام دي دي مقدار دي الراشيو دي اللي انا حسبته تمام طيب فهو كده عمل للصورة فكده وكأنه ضعيفة مقدار اتنين بوينت تلتة سبعة يعني قدها كم مرة تمام قدها متين تلتة وسبعين في المية يعني كأنه زودها متين تلتة وسبعين في المية من حجمها الاصل تمام طيب كده خلصنا مية الريسايزنج اهم حاجة برضك اشب ما قلت لك الراشيو بتحسبها على حسب الويتس انت بتحدد حاج يعني انت حددت مسلا الهيط تحسب الراشيو مسلا قلت الجديد مسلا لازم يكون 700 فخلص تحسب الراشيو من الهيط الجديد ده وبعد كده تستخدم الراشيو اللي انت حسبتها ديت عشان تحسب الهيط الجديد الويتس الجديد تمام يبقى من الهيط الجديد بتحسب الراشيو وباستخدام الراشيو ديت بتقدر تحسب الويتس الجديد تمام عشان تبقى تبقى الصورة ابعادها متنازمة تمام كده طيب كده خلصنا مية الريسايزنج فتعلق نفس الكلام برضك عملت لك مسلا تعمل نفس الكلام ده فانت هتدول الامج فأول حاجة مين اول حاجة لو هو مدينش ده ويتس ولا هيط فهرجع الشورة زي ده اول مين ده اول اف تمام طيب تاني اف تاني اف لو هو مسلا لو في واحد منهم مش بيساوي نن وبس طورة ان الويتس عندي بيساوي نن يعني هو مدينش بس الدین الهيط فهعمل ايه? هيحسب بقى الراشيو باستخدام الهيط تمام وبعد ك terrorist الجديد باستخدام الراشيو دية تمام طيب افرد انه مديني الهيطج مدناش الهيط في نفس الكلام بردك احسب ريشيو بالنسبة الهيط وبعدك اجيب احسب الهيط تمام وبعدك بقى اعمل رسائز للميس اعمل رسائز اللي هو رسائز اميج والكلام ده كله طيب حاجة تمام انما بقى لو مسلا الهيط خلاص هعمل على حسب ما هو عاجز انا مش هقدر اقول له حاجة بقى تمام تمام بعدك اخر حاجة بقى عندنا اللي هو من الفليبينج ديان انا معنى ان انا بشاعة لبصول صورة حرفيا يعنى باخضها مثلا يعنى Scriptine بالنسبة لمحور اكس او بقلبها بالنسبة لمحور Veg او بالنسبة لمحورين الاثنين مع بعن تمام تمام. فطيب لو احنا نقل بصورة هنستخدر ينقل بصوداها هنقول له CV2.fli budine تمام لدي هتاخد حاجة من اتنين هتاخد حاجتين اتنين اتنين اول حاجة الامج لي عندنا اعتباد يتم تشعر على المحور اللي انت عايز للحواليه او تدور حول ايه. فلو احنا مثلا عايزين ندور حولي المحور اكس. فناخد مين ناخد الصفر. ماشي لو عايزين نقلب حولين او نقلب او حولين محور واي ناخد الواحد. تمام? لو عايزين نقلب حولين الاتنين مع بعض ناخد سالب واحد. طيب اعرف ازاي هكده انا متلغبت? لا متلغبتش. ان شاء الله مفيش لغبت. افتكر ازاي انت بتجيبي البيكسل. تمام? اول حاجة ايه اللي هو مين اللي هو الكويمة الاولينية اللي هي رقم الكويمة الاولينية اللي هو الاندكس صفر دي عبارة عن مين عبارة عن محور اكس. والكويمة التانية اللي هو عبارة عن اندكس كويمة التانية اللي هو عبارة عن اندكس واحد اللي هو محور مين محور واي. فاعتبر كده كأنك بتجيبي البيكسل من اللي عند اندكس صفر اللي هو اكس ومن اللي عندها عند اكس واحد اللي هو الواي تمام? فكدك انك بتقول له صفر دي اللي بالنسبة ال اكس واحد بالنسبة الواي تمام? تمام فدعاك كده بيعنا نشوف الصورة كده سيبك مندي ديات تمام ادي كده الصورة الاصلية تمام? بعدي كا عملت لها حوالين مين ديات حوالين محور اكس اهيه تمام? كأن في مراية محطوطة افوكيا كده هنا وراح جاء الصورة تقلبت كده تمام كأنك حضرت مراية في النص كده ما بينهم افوكيا تمام تمام فهو ايه ممكن هو لا حاجة مثل ايه يتقول له ايه يعني حصل له دوران حوالين محور اكس يتقول له ايه فليب يعني كأنه تقلب رأسيا طب ازاي تقلب رأسيا ما لو انت جيت وصلت مثلا ما بين السنتر بتاع الصورة دية والسنتر بتاع الصورة دية بخط هتلاقي خط عمودي مش خط افوكيا تمام فكأن فليب ده دي معناها ايه معناها المحور العمودي على المراية فين المحور العمودي على المراية يعني المراية هنا هي فين المحور العمودي على المراية اهو يبقى كده فيرتيكالي محور الخط العمودي على المراية هو عبارة عن خط عمودي يبقى كده فليب ده فيرتيكالي خلاص ما تحولش ان انت تلغبط نفسك انت عايز بس شوف انت بتخيل الصورة ازاي وبص انت هتحط المراية في بس ما تتعبش نفسك بقى ولا تقول فليبتي فيرتكالي ولا فريتتي هوريزونتالي ولا الكلام ده كل شوف انت عايز تحط المراية فيين وبعدك هتخيل الصورة بقى تمام نفس الكلام هنا لو هنحطنا المراية هندور حوالين مين هندور حوالين محور Y اللي هو عن محور الرأس ده تمام كأن في مراية واقفة كده ما بينهم ورح جاه عاملة الصورة بيبينه تمام كده كأنه هنا هنا طو بي فرض بقى انا عايز hare عمل مين يعني مثل اضع احتياطا على المرتين ال اثنين اضع في المرتين ال اثنين فاول حاجة الو انت عايز수를 دوها في الاتجاهين ال اثنين فاول حاجة هيدوها بالنسبة للتمحور Y وبعدك هيدوها بالنسبة للمحور X تمام كأنه نحت مراية يون هو تفديك الصورة دي بعدك هنحط مراية افكية هنا هنا فهن هود هن!. تمام اهو فهو يعني كأنه حطه مراية هنا هو فاديك الصورة دية بعدك حط مراية افوكية هنا هو فاديك الصورة دية بس كده فيبقى زيرو معنى انت بتعمل مين بتعمل دوران حوالين محور اكس اللي هو يديك الصورة اللي تحت دية طب بعد كده بعد كده واحد معنى انت بتعمل دوران حوالين محور واي اللي هو يديك الصورة دية طب بعد كده سالب واحد معنى انت بتعمل دوران بالنسبة للتجاهين اول حاجة بيدور بالنسبة لمحور واي هيديك الصورة دية وعليك يدور بالنسبة لمحور اكس فهيديك الصورة دية تمام تمام بس كده فهو دي بالنسبة لفليبينج ماشي كل وبعدك اخر حاجة كروبينج احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل الفيديو اللي فات في اول فيديو اللي فات يعني عشان ما قررش معلومات وكده هو الناس اللي كانت متابعة ما تقلش عليهم فياريت لو ترجع لو ما شفتش الفيديو ياريت ترجع وتشوفه تاني تمام فكل المثلز اللي احنا اتكلمنا عنها دي مهمة جدا في معالجة الصور وعشان حاجات كتير هنستخ ما بعدين فمهمة جدا وياريت انت تعطي تضرب نفسك وتتغير في القيمة اللي موجودة عندك وتشوف ايه اللي بيحصل وكلام ده كله عشان انت ايه تبقى عندك فهمة عن الموضوع وكده يعني وتبقى بتسهل على نفسك ان شاء الله قده تمام بس فهو دي الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم لو رس ما اشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعال الجرس ولعجبك الفيديو ريت تعمل لك وشاره مع صاحبك واجبك في الفيديو الجاي ان شاء الله يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة